أهلاً دقائي السباحة بكياسة طبعاً كل يوم أربعة المتقابل مع بعض في برنامج كل الناس النهاردة إن شاء الله حلقة حلقة مميزة هنستقبل فيها إن شاء الله لقاءات كويسة وهنعمل فيها إن شاء الله إن شاء الله موضوعات مهمة جداً في بداية البرنامج دايماً بنقول قصة كان فيه رجل طرق ابن الرضيع مع الكلب وخرج يصطاد لما رجع لقى الكلب واقف قدام الباب عمال ينبح عمال يهوهو واسنانه وإيديه مليانة بالدم صياب مسك الضندقية بتاعته وضربوا بالنار ودخل بسرعة على رضيع على أساس إنه يلاقيه إنه هو هلك انتهى اكتشف إنه رضيع سليم وفيه بقايا من زئب زئب قرائح يأكل الطفل فالكلب قدر إنه هو يتخلص من الزئب وظن وشك الصياد إنه الكلب ممكن يكون هو اللي قتل ابنه شكه ما كانش ده رد الجميل ليه شكه ما كانش في محله شكه ما كانش هو ده اللي كان المفروض إنه يتسرع ويعمل ده مع الكلب النهاردة هنتكلم في الموضوع الكتير بس عايزين في بداية اليوم النهاردة أصبح طبعا على الفنانة الجميلة اللي بتشاركنا في البرنامج بتقدم معنا الفنانة صار صار ربيع صباح الخير صباح الخير محمد صباح الخير مشاهدينا يا رب يوم جديد كده سعيد علينا جميعا يا رب انبارع كان فيه مناسبة حلوة كل الشعب المصري كانت مبروك لمصر مبروك لمتخب الشباب اللي بجد رفع رأسنا وشرفنا وقدر إنه هو يفوز بنتيجة رائعة المدرب الجنوب الأفريقي قبل المباراة كان بيقول إنه هو معاه خمس لعيبة من اللعيبة اللي قبله المتخب الكبير وقدروا إنهم يغلبوهم ويزموهم ويطلعوهم من البطولة الأفريقية قدر شوق غريب بمجموعة الشباب الرجالة بمجموعة الشباب المقاتلين بإنه هم يفوزوا ويوصلوا النهائي وكمان يوصل الأنبياد بجد ألف ألف مبروك كلام المدرب المنتخب المدرب الشباب كابتن شوق غريب بعد المباراة التغيير اللي حصل ما بين الشوطين لإنه كان فيه قائد وكان فيه مدرب واعي قال الشباب اللي مش قادر يكمل في الملعب إحنا لازم نفرح السبعين مليون اللي موجودين في الاستاذ والجماهير السبعين السبعين ألف اللي موجودين في الاستاذ والملايين اللي بتتفرج علينا فعلا بالكلمات دي الفريق في الشوط التاني كان فريق تاني خالص مختلف الرجال اللي كانوا موجودين في الملعب كانوا بيقدوا بقتال فعلا ألف مبروك وإن شاء الله تكون البطولة مصرية وكلنا لازم نروح الاستاذ كلنا لازم نشجع يا رب مبروك عايزين نتكلم من هذا إيه رأيك في موضوع رد الجميل رد الجميل هو القصة اللي انت قلتها في الأول محمد دليل أولا على التصرع إن إحنا دايما متسرعين في ردود أفعالنا يعني ما بنحاولش ننتظر ونشوف وبعدين نعمل رد الفعل إحنا دايما رد فعالينا سريع وعلى فكرة إحنا المصريين كده دايما يعني متسرعين رد الجميل يعني أنا هايزة أقول إن للأسف إحنا بقينا في مجتمع وأنا دايما واخد النظرة المتشأمة عكسك تماما أنت متفائل أنا متشأمة إن إحنا وصلنا إن بالعكس بقيت أعمل الجميل لا يعني تلاقي على طول المقابل سيء محدش بيشيل الجميل سوزاً هوا أنت لما بتعمل الجميل أنا مش بتكلم عليكي أنا بتكلم على معظمنا هل لما أنا بعمل الجميل لشخص أنا بعمله علشان منتظر منه رد هذا الجميل لا في الأساس لا طبعا ما عمله ربنا طب ليه بنزعل من الشخص اللي ما بيحسش بالجميل ده يردهولك لا لا هو مش المطلوب منه إنه هو يرد لكن المطلوب منه إنه ما يبقاش يعني إيه مش عايزين الرد لكن ما يبقاش الأزية يعني ما يبقاش إن أنا أقذي البني آدم اللي في يوم من الأيام وفي جنبي تمام آه هي ما توصلش الأزية لكن ما تستنس منه الرد أصلا أنت بتنتظر منه مش معنى إنه أنت عملتلي جميل إنه أنت هفضل على طول طول حياتي بقدملك فروض الطاعة لا ما حدش قال كده طبعا لا ما حدش قال كده لا خالص الإنسان لما بيعمل حاجة بيعمل ربنا أولا وأخيرا ما بيعملش البشر عموما يعني طيب ولكن فيه ناس يعني حتى فيه حكمة بتقول إذا أكرمت الكريمة ملكته تماما وإذا أكرمت اللئيمة تمرده فإنت لما بتعمل الجميل فحد كريم بيبقى شاهلك ده أما لو عملته فعلا في إنسان اللئيم بتلاقي إن رد الفعل بيكون معاكس تماما مش عايزين شكر بس مش عايزين إنه يبقى يعني إيه عارف فيه مثلا بقول لك إزرعه يقلعك إنت تجيب حد تشغله في مكان وتساعده أول ما يفكر عايز يخلع حد عايز يخلع اللي جابه هتفهمش ليه يعني فهو بس كده إنت حد عمل معاك جميل وبتقولي له دلوقتي إن إنت فاكره له جميل ده وإن إنت بتشكريه على الهوى وإن إنت بتقولي له إنت فعلا جميلك ده كان كبير قوي علي وإن أنا ممكن أكون بالكلمات دي برضو لك جزء من الجميل اللي إنت عماته لي يعني طبعا الحمد لله يمكن وأنا طبعا صغيرة صادفني ناس كتيرة جدا وقفوا جنبي وساعدوني أنا بشكر كل اللي ساعدني كل اللي مديلي إيده كل اللي بيعمل لي أي حاجة حلوة يعني حتى لو حد بيرسم على وش ابتسامة بيديني لحظات سعادة أنا أكيد بشكره لأن ده بفعلا بيبقى عامل فيه جميل ده كلام بلوازي لا والله هذا كلام على أشخاص معينين لا أشخاص معينين طبعا أنا أقدر أشكر يمكن أنا دائما شايلة جميل حقيقة للفنان الكبير رحمة الله عليه فؤاد المهندس لأنه مش بس اشتغلت معه المسرحية لا هو كمان كان ليه جميل علي في أنه رشحني في وزير عم فؤاد معه في سنة من السنين وأنه كمان رشحني أعمل بنته في عائلة مرزوء في الإزاعة اللي ما زلت أنا فعلا بأدي نفس الشخصية لحد اللحظة دي فأنا بشكره وبترحم عليه في كل لحظة لأنه كان ليه أفضل كتير علي الحقيقة طيب هل لو إحنا عملنا جميل من الجميل مع أشخاص مع شخص مع اثنين مع ثلاثة ولقينا أنه هما ما بيردوش بنفس الشكل اللي إحنا عايزينه وأساءلنا أكتر ما هما حسوا بالجميل اللي تم فعره معه هل مبطل؟ لا ده بالعكس إحنا عندنا يعني داما حتى بنقول إيه الطاقي شر من أحسنت إليه بدوام الإحسن إليه بدوامة الإحسن إليه آه بالزبط كده فإحنا لا بالعكس إحنا ده يمكن ينصلح حاله يعني وبعدين اللي بيعمل حاجة بيعملها زي ما قلت أنت في البداية أنا مش منتظرة منه شكر مش منتظرة أنه يحس بالجميل اللي بيعامل بيعامل ربنا أولا وأخيرا أنا أحكي لك قصة بسيطة جدا حصلت معي برة وإحنا كان فيه مؤتمر وكنت بدي فيه ندوة تدريب يعني فكنا بنتكلم عن الموضوع ده فلاقيت إن فيه شخص كان بيقول هو مصري مقيم في شارع من شارع مصري جديدة وكان كل يوم بينزل فبيعدي بيلاقي واحدة غلبانة فمتعود كل يوم ثبت إنه هو يديها مبلغ من المر فماشي في أحد الأيام فلاق فيه اثنين رجالة بيتخنقوا جنديها ويعني الراجل بيتخنق مع اثنين رجالة فلما رجع فبيسأل بواب إيه اللي حصل الصبح ده الخناعة الفجرية فقاله ده جوز الستي دي بيتخنق مع الاثنين السوائين الميكروبصات اللي عندها فعارف إن الجوز الستي دي عنده ميكروبصات عنده ميكروبصات ربنا رب وتدعي له دعوة كتير فعدى السبت مدهاش حاجة السبت التاني مدهاش حاجة السبت التالت قبتد ادتدع عليه ربنا يه في كده كتير فحست إنه هو بيعمله إنه هو بقى السياسي إنه هو لازم يعمله يعني حست إنه هو ده فرض عليه خلاص بقى أمر واقع علشان كده إحنا لما بنددي مساحة لحد في حياتنا وبنددي لحد بعض الصلاحيات أو جمايل بندهله مش لازم يحس إنه ده فرض علينا يعني دايماً أنا لما حد يعمل معي اليومين بأي شكل من الأشكال ما يبقاش إنه هو ده فرض إنه يعمله ولو ما عملوش يبقى أنا أعادي بالضبط كده لإنه ممكن يكون عنده مسبباته إنه هو يخليه ما يعملش ده يعني أكيد بيبقى فيه أسباب معينة بتخليك تمتنع أو تتوقف عن الفعل اللي إنت بتعمل أيوة يعني ممكن حد يبقى فعلاً بيساعد حد وفجأة هو يحصل له ظروف ما يبقاش قادر إنه يعمل المساعدة دي تمام يعني وكأنه بقى فرض إنه هتروح كل إسبوع لا يعني أنا معلش دي حاجات يعني أصل هو ممكن يجي إسبوع لا أنا تعبان مش قادر أوديك مثلاً واجيبك وكده فخلاص ريح الإسبوع ده دي مش مشكلة لا ما بتحسش كده بقى أنت ما تغيرتش يعني الكلمات اللي هي ما بتقدرش ممكن يكون فيه إيه يعني أنا عايز أقول وهو ده جزء صغير من الحياة بتاعتنا لما بتعود حد على شيء لما بتعود عليه بالتكرار بيحس إنه هو ده شيء أساسي لازم تعمله معاه يعني بس أنا دايماً يمكن بحس إيه بحس أكتر إن البشر عموماً في الزمن ده أو في الوقت ده أو في العصر ده بقى فيه نوع من أنواع الأنانية يعني حب النفس الأكتر النرجسية بقت عالية قوي جوانا طبعاً أنا ما بقولش على الجميع ولكن نسبة كبيرة قوي الإنسان لو بيفكر في الآخرين وبيفكر في إسعاد الآخرين زي ما بيفكر في نفسه يعني مش عارفة يمكن هتبقى جنة وإحنا في الدنيا يعني الموضوع هو صعب بس فيه ناس فعلاً بتجد سعادتها في سعادة الآخرين دول موجودين وفيه ناس بتجد سعادتها في قضاء حوائج الناس يعني فيه ناس كتيرة جداً وعندنا نمازج كتيرة قوي على فكرة يمكن إحنا دايماً بنقول على الدكتور أشرف زكي ربنا يديره الصحة يعني نقبنا إنه دايماً فعلاً كل مهمته إزاي أنا أساعد الناس وأضي حاجة أي حد ففيه ناس ربنا بيسخرها لده ومش منتظرين رد على فكرة لا منتظر رد جميل واهم منتظرين شكر بس خلي بالك دكتور أشرف زكي ده مكانه المفروض إنه هو يعمل كده مع كل فنان كبير صغير لازم يكون في ظهره يعني ده من الأجات لا بس ده بيعمله أكتر يعني فيه حد إنه إنت ما تعمل دواجه وفيه إنه ما تعمل ده حب يعني أنا ما يبقى التليفون مثلاً على طول ما فيش حد يتصل عليه ما يردش عليه وإذا حصله زرفه ما قدش يرد يرجع هو يعاود الاتصال به يعني إحساس بالمسئولية إحساس بالاهتمام الكلام الجميل ده هو الكلمة الشكر دي أو كلمة السماء دي هو رد الجماعي اللي هو بيعملها يعني دي بحدي ذاتها بتخلي الشخص هل إنه إحنا المفروض إنه إحنا نجازي الشخص اللي بيعمل معنا جميل أو بيعمل معنا مواقف كويسة إنه إحنا نقوله ده نشكره هل ده بيرضي غروره ولا ممكن يخليه يعني أنا عايز بس تطلب في الخط مهمة هل ده بيرضي غروره ولا هل ده بيخليه يستمر في ده ولا هل عدم شكرنا ليه ممكن يخليه يتوقف عن ده طبعا هو مش مثلا إرضاء غروره لكن هو بيبقى دافع للاستمرار في ده يعني أكيد بيبقى بيدله وبيرفع معنوياته بيبقى دافع ليه إن أنا لا الناس حسة باللي أنا بقدمه الناس حسة باللي أنا بعمله فبالتالي يعني بالعكس بقى يستفيد أكتر ويعطي أكتر فيعني إحنا يريت كل حد بيعمل لنا حاجة كويسة نقول له شكرا طب لو جالك حد قالك إيه أنت ليه مش فاكريني أنا اللي عملت معاك كذا وعملت معاك هو عمل معاك كل ده قال لي شخص عمل معاك فعلا مواقف كويسة وتخيل إن هو جاي بيقولك أنت بتنسى ده أنا أول ما عملت مش عارف كيه ده أنا أول وما يكونش عمل حاجة خالص لا لا حتى لو ما يكونش عمل والله لا فيه ناس بتفرد ده على نفسها يعني فيه ناس تيجي تقولك لا ده أنا اللي فضل وهو ما يكونش عمل ده هو عنده إحساسك كده لو ليه فضل ويجي قالك كده إيه إحساسك وهو بيقولك اشكرني على حاجة أنا عملتها صعب محدش بيطلب ده صعب إنه يطلب لا فيه ناس طلب أيوة أنا بتكمل أنا فيه حد طلبه قدامي منك أيوة بس أنا عارفة بس هو صعب إنه يطلب يعني عيب إنه يطلب أيوة أنا بتكلم بقى طب أنا هشكرك إزاي يعني أنت لما تفرض علي أن أنا شكرك على حاجة أنت عملتها أنت لغيت إحساسي بالجميل اللي أنت عملتها أكيد كويس يعني أنا عايز أقول لي ده لأن مش كل واحد عمل جميل مع حد برضو هو كمان مش يقعد كل شوية يزلوا بيه يعني بتكلم جد أيوة يعني أنت مش فاكرة أنا عملت معك يوم كذا وعملت معك طب ما أنت يا سيدي أنت عملت وأنا شكرتك أنت عملت وأنا برد أنا مش كل شوية يمن علي بقى كل شوية يفكروا في حاجات تانية كمان يعني في أحيانا ناس أنت ممكن تساعدهم وبعد ما بتساعدهم بتلاقيهم ارتقوا أعلى المناصب وأعلى المراكز وكده لما بيوصلوا للمرحلة دي من منصب معين أو كده عارف بيحصل لهم إيه بيبقوا مش عاوزين يشوفوا الشخص اللي ساعدهم وقف جنبهم يحاولوا يشيلوا خالص من الصورة ينحوا تماما وهي دي بقى المشكلة ده مش بس بقى بيردولوا الجميل لا مفيش هم بيحسوا أنه لما يشوفوا حيفكرهم بهم مكانوا إيه وبقهم إيه وبالتالي بقوا مش عايزين يشوفوا نهائي عايزين يمحوا من الوبود أنت قابلت شخصيات من النواية دي آه كتير اتعاملت معا وإزاي بعد كده آه لأ انسحبت خالص يعني بعيدت بعيدت خلاص لكن النوايات دي كتيرة جدا على فكرة لا أنا ما قابلتش حد بالشكل ده يعني بالشكل القاسي ده اللي هو أنت ممكن توقع مع حد ويوصل للمرحلة معينة ومش عايز وجودك لكن قابلت الحد اللي ما بيحسش بدا يعني ما بيقدرش الجميل وده أسوأ حاجة وأسوأ إحساس أنا أي شخص بحس ان هما بيقدرش بابل عنه بس فعلا يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده أنا مش عايز يبقى كلام بس يعني مش عايز نحنا بنقوله علشان على هوا الكلام لكن بيخليني أفكر مليون مرة أن أنا أعمل نفس الموقف مع حد تاني يعني بيخليني آه 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 أجي أمدي إيدي لحد يعني على سبيل كنت عامل وفي مخرجة جديدة آه عايزة أديها فرصة عشان تعمل بها هي أي حد في بداية العمل ما بيوقاش فاهم بعض الحاجات اللي لازم يتوجه ليها آه يعني افتكرت إن هي خلاص وصلت للمرحلة خلاص بقى مش محتاج حد يعدل عليها وابتدى بدل ما يبقى فيه مصالحة مدنة وابتدى يبقى فيه جوه إن احنا نبتدي نشتغل ابتدى بقى فيه عداء خيز فقررت إن أنا بعد كده أنا مش هتعامل مع حد مش فاهم آه لازم تستبعد أي حد مش فاهم في حياتك لازم تجيبها يعني تتعامل مع ناس فاهمة على الأقل لما بتيجي تكلمها فأي موضوع يخص العمل اللي انت عايز تشتغل فيه هو مدرك انت بتقول إيه فمعنى كده انت مش هتدي فرصة لحد جديد يكون موهوب مع دي حقيقة بقى صحيح طبعا يعني انت عملتك جميل مع حد ومشاكرك عليه وعملتك جميل مع حد ومشاكركيش عليه يعني أحكينا فيه أشخاص للأسف الشديد أحيانا بيبقى التفكير فعلا عقليات أطفال طفولية يعني أما كأننا بنتخاسم كأننا بنتصالح يعني انت ممكن تيجي تتعامل مع شخص وفجأة يبقى عندك أصدقاءهم أصدقاؤه أول ما يختلف معاك يقول لكل أصدقاؤه الشخص ده ما تتكلموش معاه يعني أطعوهم يعني يجي مثلا إيه أصحابك على الفيس يقول لهم لا على الفيس يا تبقى عنده يا تبقى عندي ما تبقى لا خلاص اختاروا بقى طبعا يعني ما توصلش أبدا أن الإنسان ينزل للمستوى ده تمام يعني لازم الإنسان يبقى أرقم من كده لازم الإنسان يعني صعب لا بس فيه نقطة فيه نقطة مهمة يعني أنا أنا من شخصية أنا شخصيا ممكن أكون ممكن أكون الكلام اللي أنا هقوله ده غلط يعني فبعض الأحيان لو أنا أنا وأنتي أصدقاء كويس وسين كان صدقنا صدقنا وعمل مشكلة معاكي كويس وعلاقتي بيه صدحية يعني مش قوي أنا ممكن أقطع بسبب أن أعمل مشكلة معاكي لأن في الأساس الشخص اللي يهمني أكتر من الشخص اللي يهمني شي تاخد موقف لصديقك تاخد موقف لصديقك لكن لما يبقوا أشخاص عاديين في حياتك لأ عاديين لأ كلهم نفس المسافة نفس المسافة ده صعب لكن أنا أتكلم على وإن صعب أنك أنت تلف عليهم نفر نفر وتقول لهم واحد واحد يا جماعة ما تكلموش فلان ما تكلموش فلانة عشان أنا نخصمها يعني أو خلاص أنا ما بتعاملش معاها فأنتو كمان لأ لأ ده طبعا تصرفت أطفاً ورجعت كلمتي شخص يعني رجعت كلمتي سين ده تاني فده ابتدى أنه يرجع يكلمت تاني هتقبل إيه لا لا طبعا خلاص انتهى خلط الموقف خلاص لا لا طبعا إزاي يعني طب حد عمل ما كي موقف أنت عملت موقف مهد إن كان في مجال فني إن كان في الحياة العادية ولقيت إنه هو فعلا قدر ده آه طبعا ما كتير لا يعني لا لا ده كتير الحقيقة في ناس بتقدر مجرد إن يضعوك مثلا لإنك أنت تحضر مثلا ندوة تحضر فرح تحضر عيد ميلاد مجرد إن انت بيحسوا إن ده واخد من وقتك ومن شغلك ومن عملك وإن انت ضحيت بجزء من وقتك ورحت تعمل واجب أو تجامل الناس بتشيل ده وبتقدروا حقيقي يعني لا ده حقيقي يعني إحنا عايزين نقول بس بالراحة إن إحنا موضوع رد الجميل أنا لو منتظر من شخص لو أنا منتظر من شخص إن أنا عملت معي جميل إن يرده قبل ما تفكر التفكير ده هل إنت رديت جميل حد عمل معك جميل يعني هل إنت أكيد وإنت ماشي في حياتك في ناس قبلتك كتير عملت جميل كتير معك هل إنت قادر فعلا أو قدرت إن إنت تردوا لهم ده يعني أنا أمي ربنا شليها يا رب عملت جميل معي أنا وإخوتي بابايا توفى وإن أنا صغير وربتنا وماشاء الله عليها يعني تعبت معنا كلنا والغاية دلوقتي تعب أنا معنا أنا ما أقدرش أرد جميلها وما أقدرش إن أنا أدي حقها في المجال العمل بقى لا أنا قابلت ناس كتير جدا كتير جدا من أول دكتورة نعيمة حسن في البرنامج العام أستاذ النجوان قدري رئيس شبكة رئيس إذاعة الإذاعة المصرية أولهم وفي البداية خالص الإعلامية القاديرة منا بطاح حبيبتنا منا حبيبتنا ودكتور سامي خفاجة ده أخوي أبو والدي الكبير يعني أنا عايز أقول إن الأسامي اللي أنا بقولها دي أنا بقولها علشان مش عشان هما بس ليه مجميل أنا عشان ياريت وهم بيكونوا بيشوفوني وبيسمعوني يعرفوا إن لما عملوا جميل في حد أكيد مش أنا بس أكيد عملوا جميل مع ناس كتير أكيد إحساسهم بيبقى حلو وإنت بتقولهم شكرا حلو وإنت بتقولهم أنا سعيد إن أنا عارفتكم إن إنتم موجودين في حياتي ده الواجب عليك الأول إن إنت قبل ما تفكر ترد حد يرد لك الجميل اللي إنت عملته إنت رديت جميل حد عملها في حياتك إنت قدرت تتعبر لهم بالشكل اللي إنت عايزه ولا إنت بس كل اللي فينا إن إحنا عايزين اللي قدامنا يرد بس وعلى أساس إن إحنا عملنا ده بالقبل لأ يعني إنت مثلا كل الناس اللي إنت قلت عليهم دول هل شكرا بتبقى كافية الرد الجميل ولا الإنسان يحاول إنه يفكر بطريقة يرد فعلا بها الجميل أكتر من كده من كلمة الشكر وبس هقولك حاجة يعني من ضمن الحاجات وجودك معي في البرنامج ده جميل يا حبيبي لا جميل وجميل جميل وجميل يعني اللي أنا عايزة أقول إيه أي إضافة لشخص في حياته أو أي حد بيديك بتسامة بيديك دفع بيديك كل واحد فينا بيرد جميل أو بيعمل جميل لشخصه قدامه على قدر العطاء اللي بيديه بس هل إنت قادر إن إنت تشكره قادر إن إنت تبقى تقوله ده ولا إنت عايز بس إنت بتفتكر الناس اللي ما بتردش لك الجميل وبتنسى إن إنت ترد على الناس اللي عملت في الجميل وأكيد فيه ناس ردتلك جميل قايتلك شكراً إنت ليه ما بتفتكرهاش يعني إحنا دايماً منظرنا في حياتنا كلها بناخد الجانب السلبي ونعظمه الوحش ونعظمه من التليفون وكأنهم مش موجودين في حياتك وبتروح بالمقابل بقى في الصفحة التانية كاتب لستة بالناس اللي مرضوش كميل اللي مرضوش كميل لا لا أحياناً اللي بينسى ممكن ينسى ده وده لكن إحنا عايزين نقول لمحمد إن إحنا لازم نكون عندنا مساحة من التسامح يعني برضو مش معنى إن محد مرضوش كميل يبقى وناخد منه موقف بنتجي له فرصة واثنين وتلاتة طيب سؤالك لو سألنا لكل الناس وليكي اللي هو اللي هو إحنا دايماً بنقول للناس اللي مرضوش كميل أكيد إنتي مرضوش كميل حد ما نقولش لأ بلو قلنا لأ كلنا هنقول لأ لا لا أكيد فيه ناس ممكن الواحد فعلاً عملوا فيه جميله هو نسي وما خدش باله ده ممكن مبقاش خد باله يعني أنا هقول لك أبسط حاجة أنت لسه أقيلها يعني بالنسبة للأهل دايماً للأب والأم مهما الإنسان عمل أمره محايرا في رضل جميلهم مهما نعمل لهم يعني فهنا فيه ناس انت بتعجز عن رد الجميل لهم طبعاً إحنا ممكن قوي في الحياة نلاقي أصدقاء نلاقي زملاء عمل نلاقي الناس عملونا جميل وإحنا ممكن ما نكونش حتى خدنا بالنا كمان من إن عملونا جميل وهي دي الكارثة إن إحنا ممكن ما نحسش إن ده جميل لكن هم بالنسبة لهم حسوا إنهم عملوا حاجة وممكن يبقى فعلاً حاجة قوية جداً عملوهنا بس إحنا مركزناش هل هم شايفيننا إن إحنا مردناش جميل آه يشوفونا كده طبعاً بس إحنا على الهوى دلوقتي ومنقول لكل الناس يا جماعة كل اللي عمل فيها جميل أنا بقول له شكراً والله لو أنا ناسياً لا أنتي علشان قادرة علشان موجودة على الهوى تقولي كل الناس أنا بتكلم على اللي مش قادر إن يوصل لكل الناس الكلام اللي إحنا بنقوله أنا بقول إنت كمان لو بصيت لحظة من اللحظات هتلاقي إن إنت مقصر في حق حد إنت كمان مع إنك إنت بتقولي إن أنا عمري ما نكرت جميل حد وعمري ما أهملت حد عملي جميل لا ولو كلنا ما حدش فينا أنكر جميل وما حد وكلنا برد جميل لا هو نسيان بس مش أنكر يا حمد نسيان نعدل بقى في الناس اللي بتنكر الجميل بزيادة يعني بيبقى قاصد لا اللي يتعمد الأزية يعني إن أنا أعمل فيه جميل زي ممكن أنا أزددك مثال إن فعلاً حد إنت تساعده تجيبه وتشغله في مكان تساعده فجأة يعلى اسمه فجأة يتنقر للإنسان اللي وقف جنبه أو ساعده ووقف ظهره ويبقى زي ما قلت لك من شوية يبقى مش عايز يشوفه لإنه بيفكره بإنه هو اللي ساعده ووصله للمكان دا هي دي الكارسى يعني دا هنا بيبقى بصراحة وأنا مش عارفة دا يترد عليه إزاي لإنه ممكن يأذي الشخص ويستبعده ويقطع عيشه عشان هو مش قادر يحتمل إنه يشوفه قدامه إنتي عارفة إنه موضوع رد الجميل دا أو إن الشخص اللي بيتعود على شيء يعني كان فيه فترة من خطرات نقرف الحوادث إيه دا إزاي الولد دا يقتل الراجل دا دا الولد دا لحم كتابه من خير الراجل دا كويس فتستغرب قوي إزاي وصلت لديه يعني إيه المرحلة العدائية لإنه هو بيحس في رحلة من اللحظات إنه دا حقه إنت بتمنع عني حقه مع إنه في الأصل اللي هو شافه هو كان بيعطف عليه هو كان بيديله حاجة وهو حابب من ادهاله فمش عايزين نوصل إنه إنت لما تاخد حاجة من حد أو حد بيتعامل معاك بالشكل دا إنه بقى فرض عليه لإنه في لحظة من اللحظات إنت ممكن هو يتوقف عليك بقعب عليك وإنت متعرفش ظروفه يعني مش لازم أوضح لك أنا بعمل كده ليه لإنك إنت ممكن تكون مش متعايش معايا فمش قادر أوصل لك كل اللي أنا بعمله حتى كمان في بعض الأحيان في الأماكن الوظيفية لما بيقى فيه مدير ورئيس مجلس إدارة ورئيس قطاع المجموعات دي كلها مش لازم كل قرار بياخده المدير مش لازم كل قرار بياخده مسؤول يوضح للتحتيه هو خد القرار دا ليه لإنه أكيد هو كمان موايخ القرار من اللي أعلم إنه بشكل معين فما يقدرش يفسح عنه فمش لازم ناخد الشكل العدائي وبعدين إحنا عايزين بقى بما إننا في الفقرة دي قبل ما نفكر نختمها عايزين نتكلم على نناشد الناس على الملفات اللي إحنا نوين نفتحها في الحلقات الجاية في الفترة اللي جاية إن شاء الله في الحلقات اللي جاية عايزين نشارك بعض نشارك بعض في زواهر كتير غريبة جدا بتحصل الفترة الأخيرة من ضمن الزواهر دي بعض الألقاب بعض المسميات بعض الجماعيات الأهلية اللي بتدي ألقاب لبعض الأشخاص بتوزع كده بتوزع مجانة بتوزع مجانة بقى كتير كتير هتوصل حاجات دي لغاية فين بعض التكريمات لناس ملهاش أي علاقة بالتكريم بالتكريم ويتم تكريمها ويبقى في مسؤول كبير هو اللي بيكرمهم والمشكلة إنه ممكن المسؤول ده يقع في مشكلة أو يتسبب هذا التكريم في مشكلة لهذا المسؤول إزاي إزاي نسمح بدا يعني دي قضية من القضايا القضايا الثانية في بعض الأحيان طبعا إحنا عايزين نتكلم على الاستلاق على أراضي الدولة يعني طبعا بقتم الوقتي على فكرة وضع اليد ده على أراضي الدولة بقى عاجي جدا الاستلاق على أراضي الدولة عندنا كمان جماعيات وشركات النصب والاحتيال اللي بقى على الناس أنت كمان الفترة الأخيرة مش عايز أتكلم على الكاستنج عشان أنت بتزهاري على مكاتب الكاستنج طبعا في مكاتب وهمية وفيه طبعا ناس كويسة ما نقدرش نقول لا أنا مش بتكلم الكويس ده معروف أنا بتكلم على الوهمي اللي بيلعب أو يتلاعب بأحلام الشباب إزاي ده يتم يعني احنا عايزين نناقش القضايا دي من زوايا مختلفة وعايزين نوصل لحلول مش لازم الحلول تكون احنا مش نقدر نوصل لحلول وانتشار كمان ظاهرة تانية برضو بالنسبة أننا احنا كفنانين ظاهرة ورش التمثيل ده أصبح كل حد ممكن يعمل ورش التمثيل وإعلانه يدي ورش التمثيل ويوعد الناس بأنهم حيمثلوا ويبقوا أعضاء نقابة يعني الحقيقة برضو زادت عن حدها أو بقت أوفر أوي يعني بجد حاجاتي كلها عايزة يعني تتحكم أنا أقولك جالي أبدأت الكلام ده حقيقي جالي مكالمة من الزوال فات مثال خير مثال نور احنا شركة مش فاكرة اسم الشركة بنعمل بنيدي الدكتوراه وماجستير فقالت لهم طيب بالتكلفة مش عارف كم دولار خمس تلاف هو حقيقة فقالت لهم طب أنا مش معايا أنا معايا الإعدادية فقالولي طب يعني تاخد السنوية قلت لهم طب وبعد السنوية قلولي تكمل دراسة تاخد شهادة جامعية بس دي بنعملها على الإنترنت في حدود ثلاث شهور شهرين وديها الرسوم قلت لهم طب أنا عايز أخد يعني أنا عايز أتخرج من كلية حقوق فقالولي حقوق كمان حقوق كمان فقلت لهم طيب بعد ما أخد الشهادة أروح نقابة المهميين يعني ويعتمدوني لأ طبعا فالبنت اللي كان بتكلمني يديتني المسؤول أو المسؤولة عن الموضوع فطبع مش عارفين يرده مش عارفين يرده يعني الورق ده كله ليه ليه كل ده يعني يعني كل الشهادات اللي هتاخدها دي هي شهادات وهمية ما لهاش أي قيمة انت واخدها لشان تعلقها يعني انت وحاجات مش مظبوط الكلام ده وبيعتلعبوا بأحلام ناس محتاجة ده ناس عندها القدرة للشراء ده طب لما كلنا بقى هنشتري الحاجات دي كلنا هنبقى معلقين كل الكلام ده وهي ليه دولة ليه سمحة بده يعني ما احنا برضو هنيجي نقول ده موجود وموجود بقى كتير فعلا وبتلاقي الاختام فعلا سليمة ومن جامعات ومن معاهد وكده طيب السؤال هنا هل ده فعلا الدولة يعني معترفة بيه؟ ما مش قانوني معترف بيه؟ أنا لما سألت واجهة الشخص المسؤول الأكبر تهربوا وقفلوا الخط يعني ما تصروش تاني يعني اللي أنا عايزة أقوله ايه؟ هم بيتلعبوا بيه يعني الناس اللي حصلت على الحاجات دي سواء باكالوريوس مستر ماجستير دكتوراه بيعملوا بيها ايه؟ يعني يا ريت أنا بناشد اللي اخدوا فعلا شهادات بالشكل ده لو يقدروا يتواصلوا معنا ويقولون فعلا هل هي معتمدة؟ هل اشتغلوا بيها؟ هل هي افادتهم في ايه؟ يعني أنا شخصيا عايزة أعرف لأننا بجد احنا عايزين نواجه الناس او نواجه معظم الشباب ان انت حلمك بيتحقق بأيديك حلمك بيتحقق بدراستك بمجهودك عمره ما بيجي بقدرتك المالية بدراستك بمجهودك بأدائك الفعلي بجمع معترف بيها بشغل لازم تشتغل على نفسك ولازم تعمل مجهود كبير جدا علشان توصل للمرحلة العلمية اللي انت عايزها حتى كمان المرحلة العملية اللي انت عايز توصل لها لازم بتتدرب لازم بتوصل يعني لكن المشاكل اللي احنا بنقولها دي والقضايا اللي احنا بنتكلم فيها دي هنفتحها كل في كل حلقة من الحلقات وهنواجه وهنتكلم يعني احنا بنوجه بزوايا مختلفة وبرؤيا مختلفة بنوجهني دا كل حد فعلا عنده مشكلة عنده شكوى عنده قضية فساد شايفها انه يتواصل معنا طبعا احنا رقم الواطس بتاعنا بيكون موجود على طول على الشاشة وعلى طول احنا متواصلين مع بعضا جمان احنا خلي بالكم ان احنا على طول معانا اسئلة ومعانا جويز بعد الفاصل ان شاء الله هنكمل الحوار بتاعنا وهنكمل موضوعنا هنطلع الفاصل ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة 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 انا عايز يعني نسيت اشكر قبل الحلقة ما فيش مسواني شرقت شرقة جبيرة جدا انا بشكر كل الفريق اللي موجود دلوقتي معانا على الهوى برا الشاشة برا الكاميرا على يعني الاحساس الجميل الكل اللي صار يعني جد لنا مية ننقذني الاحساس رائع يعني انا بجد بشكركم وانا سعيد ان انا موجود مع فريق بيحب شغل وبيحب فريق الموجودين معاهم بجد يعني اسمح لي بقى كمان دلوقتي يا محمد انا اصلي اصلا شايف اعلان مطعم تجور فانا برضو بشكرهم على حسن الاستقبال وحسن الضيافة لان انا فعلا استاذ حنان الحقيقة انا طبعا رحت وتعزمت على العشف مطعم تجور والحقيقة المكان جميل فعلا وهادي ولطيف والحقيقة كان فيه حفاوة في الاستقبال يعني فمرسي استاذ حنان لا بجد احنا بقول لكل اصدقائي كمان ان هما لازم يروحوا المكان المكان هادي جدا في المانيل مكان رائع الاستقبال حالو واي حد بيروح بس يعني مش عشان يقول ان هوا بيتفرج على برنامج كل الناس وبيشارك معانا بيتعمله بخصومات كبيرة جدا هما بجد فرحانين بان هما موجودين معانا واحنا كمان فرحانين ان هما على طول بيشاركوا معانا وبشكره استاذ حنان رئيس مجلس الدارة المكان على حسن استقبالها كمان لكل الفيزين اللي بيروحوا يعني احنا دايما الفيزين اللي بياخدوا جوائز نقدية والفيزين اللي بياخدوا دعوات على العشاء للوقتي لغاية النهاردة ما فيش حد راح للمطعم وما تمش استقباله بالشكل اللائق ليه وكمان ما هدش كان ليه شكوى خالص فده شكر لكل القائمين في العمل بمطعم تجور وعلى رأسهم السيدة حنان وبنشكر القناة وبشكر كل المستمعين كمان او مشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وبيبعاتوا الاجابات على الاسئلة ان هما كمان بيسيبوا انطباع حالو مع المكان هنا وعايزين نقول يا محمد ان احنا ان شاء الله من الشهر الجاي عندنا مسابقة مهمة جدا مع هيئة التنشيط السياحة الحقيقة دي لانها هتبقى السحبة على رحلات لشرم الشيخ فول بورد اه اقامة كاملة اقامة بالثلاث وجبات بكل حاجة يعني اللي محدش يعرفوا على الهواء سوسن كله مرة بنطلع بطبع الاذاعة تقولي انا ليه مش معكم انا مطلعش خالص يا جماعة كل ما يجي طلع للأسف شديد يبقى فيه زروف يبقى فيه حاجة ما بعرفش اطلع خالص يعني الرحلة معاهم ان شاء الله هحاولوا ولو ان انا عارفة برضو ان انا احتمالة بقى في اسكندرية بعرض المتفائل لا ان شاء الله ان شاء الله احنا من اول شهر 12 هيتم ازاعة المسابقة وهيبتدي ان احنا نستقبل الرسائل وهنحط الايميل والعنوان البريدي لكل الحلقات هيبقى ان شاء الله مجموعة كبيرة من الحلقات ومجموعة من الاسئلة والرحلة بجد رحلة حلوة لمدينة ساحلية هيبقى في شهر 3 السفر كل حاجة مهيئة ان انت بتروح تكلفة لو انت هتسافر في الرحلة دي على حسابك تماما من 3-5 تلاو جنيه فعشر فايزين يعني ان شاء الله بنقدم مسابقة ضخمة مسابقة كبيرة لكل مشاهدين قناة الصحة وجمال وخصوصا برنامج كل الناس احنا طبعا مستنيين طبعا نعرف اسئلة جديدة اللي هنجاوب عليها وكمان مستنيين نعرف مين اللي فاز الاسبوع اللي فات احنا كان معانا الاسبوع اللي فات سؤالين السؤال اولاني كان بيقول السؤال اولاني كان عن تجور ايه الركن الخاص او ايه الركن اللي موجود فيه مطعم وكفيه تجور تجور لما تروحوا عتلاك هتلاقي فيه ركن خاص كده اللي التدخين خاص بالمدخنين يعني وفيه الركن التاني اللي فيه ممنوع التدخين فالركن اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو المنطقة الحرة المنطقة اللي توعد فيها وانت محدش بيدايقك بالسجاية طبعا التدخين ده ممنوع طبعا ونرفض اي حد مدخن انه هو يستمر في التدخين لانه ضرر على صحته وبقى كمان دلوقتي على مزينيته كمان لا وعلى الناس اللي حواليه والله يعني الناس اللي حواليه المدخن بينضروا اكتر من المدخن نفسه يعني بيقون مدخنين سلبيين كده بدون ما يدخنوا بيقون مظلومين طبعا بنشد اي راجل بالذات عنده اولاد واسرة بلاش تدخنوا طبعا نعرف الاول مين اللي فاز معنا طب يا ريت يلا بسم الله انا واحدة وانت ونصيبه كده جانا احمد سعيد جانا احمد سعيد ده فازت بدعوة للعشة لفردين في مطع مكافية وجور متحة صابر ذكي ده فاز بجايزة قدرها 250 جنيه السؤال الجديد ده بيقول في مشروب مميز مشروب مميز في مطع مكافية وجور المشروب ده اسمه اين هننتظر كل الإجابات على الواتس اللي موجودة عندنا على الشاشة دلوقتي وهننتظرك كل اسبوع قبل المعدة بساعة علشان نتحاور معاكو علشان نبتح مواضيع جديدة بجد ببقى سعيد من انا موجود معاكو في الفترة دي واسيب الكلام نساوسا انا عايز اقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي شارقونا والواتس احنا هو على الشاشة يا ريت اللي فعلا عاوزنا نتكلم في موضوعات معينة وانا بناشد يمكن هنا السيدات اكتر موضوعات اجتماعية عايزيننا نطرح موضوعات معينة او في مشاكل او في يعني حاولوا تتواصلوا معانا واحنا هنعرض كل ده ونرسيل ليكو واشوفكم الاسبوع الجاية على خير شكرا 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 شكرا